الحمد لله الذي جعلني ألعن الظالمين من على ربوة دمشق اللهم ألعن من ظلم الزهراء لعنى لم تلعن به قبلهم ولا بعدهم يا شديد القوى فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي لولاية آل البيت نلجأ فلهم الطاعة وبحبهم وبقربهم النجاة بعد كل فترة وجيزة من الزمن يخرج لنا المنادي حاملا بيده شهادات علميته شهادات قل حاملها تشهد له بأنه عالم عربي عراقي نجفي تخطى كل الأرقام وعجز عن مدحه الكلام شهادات اليوم من وزارة الصحة الكندية تفرح قلوب محبيه وتكسح عيون المشككين والناكرين لما وصل إليه من نجاح وتميز أرحب بكم مشاهدين الكرام في رحابي هذه الحلقة من برنامجكم دروب الرجاء وأرحب بضيفي العزيز العالم الدكتور أبو علي الشيباني أهلا وسهلا فيك دكتور الكلام لحضرتك تفضل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا وحبيبنا المسلم كثير من الناس حينما يصلي على رسول الله يقول اللهم صلي على محمد وسلم لا تقبل صلاته على محمد لم يقول اللهم صلي على محمد وآل محمد القرآن يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي على محمد وسلموا على علي لذلك كثير من الناس يقارنون بين علي بن أبي طالب عليه السلام والناس الرعاة أو الأعراب المنافقين علي بن أبي طالب الذي يقول الله فيه إنما الله وليكم والرسول والمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة وهم راكعون ألزمنا الحج على أن علي ولي الله لم يقل أبو بكر وعمر أو عثمان يذكرهم بآية قرآن يطون الناس تقول ها يا صاحبي السجن لا يا عمي قال لصاحبي لا تحزن المؤمن لا خوف عليه ولا هم يحزنون المؤمنون القرآن كل القرآن ما يخاف المؤمن موسى لآخر أيامه يلا قال إن الله سيهديني إذن المؤمن ولي قلبه مطمئن ما يخاف عدنا محمد محمد صادق الصدر كان مؤمنا متيقنا بأن فرعون العصر الطاغية سيقتله خوش شامنع نفسه وقال آني عندي أولاد أردر بيهم أو آني ما مسؤول أكو إمام يظهر بعدين يصف فيها مقبله فلان الفلاني فلان الفلاني فلان الفلاني ما صدوا إلى صدام حرب ثماني سنين طاحنة قتل بها الملايين لم يتصدأ أحد بكلمة معاك حق من جو الطاولة والسكوت من فوق الطاولة لكن اللي يعرف وعند بصيرة ورايح إلى رب كريم عظيم رايح إلى المهدي ما يمنع شي شي منعه أمرتب أموره تزودوا بالتقوى إن خير الزاد التقوى تبنى على ما في داخلك من إيمان المؤمن لا يخشى في الحق لو ما تلائم المؤمن إذا أراد أن يكون مع الحسين يا ليتنا كنا معكم عليه أن لا يخشى صدام أنت كذاب ومنافق إذا تقولها وهذه دليل على أن المنافقين ما يعرفون شي أتشون ما يهم هم املأ ركابي فضة أو ذهب محمد صادق الصدر والدولة واحد آخر أيامه اذكر أبونا بخير قالهم أنا أبوي مات هذا دليل على أنه متوطن إلى الموت الرجل الآن يذكرون الصدريين مثل ما أنا أذكره كل هذا وما خالصين أكو إذا أتذكر بيت الصدر مثل ما أنا أذكره هس أذكره على بين من الإمام يشهد الله هذا القرآن عليه لو لم يمسكني الإمام من يدي ما عرف الصدر وين صاير ما عندي شغلويا أنا الإمام وجدته عند صاف صفاء ووجدته عند قبر الحسين وكنت محكوما بالإعدام فقال اعدل عن فلان وتمسك بهذا الرجل فإنه بوابة من بواباتي الله أكبر كان نورا يخرج منه من محمد صادق الصدر من الكوفة إلى السماء مسك يدي هذه اللهم إشهد قلت لأني محتار وين أروح قال انتظر إلى الكوفة سيخرج منها نورا من نورنا إذن ماكو داعي ما أتبع الرجل هواء الآن غيره ما أقلبهم وغلاوتكم ما أقلب ما أقلبهم أنا أريد دليل وعند رب اسم الإمام المهدي إني ذاهب إلى ربي سيهديني بس النبي يقولها بس إبراهيم يهدي الإمام المهدي إذا بس سمي إمام شو حج تعليني إحنا ما حد يهدينا ورحين إلى جهنم إذن انت مؤمن حينما تؤمن لازم تؤمن على بين على دليل الآن أنا قلت لكم على براعة الاختراع تريدون من عندي دليل قلت لكم بشهر الواحد ثلاثة واحد تصدر لينودون لكتاب ثلاثة واحد صدرت والأمريكية رح تصدر مو هاي ثلاثة واحد هل سيكون يطلح الأقل المخرج مكتوبة ثلاثة واحد إذن إحنا ما تشدهم والمجلة أهم مجلة بالعالم كل المجلات الطبية تروح لها أنا من ضمن الأسماء اللي كاتبين عني بأنه عالم مو هذا شي يدلل يدلل يخليك أنت مطمئن خوش الإطمئنان شو بيسوي بيك الإطمئنان يخليك على مقربة من التفكير العميق يجي أنا أن تكون أنت صاحب أقرأ التاريخ منح البراءة وإصدارها ثلاثة واحد مثل ما قلت لكم أنا ما عرف أكذب شي يقلوننا نقلكم المجلة حذوه منها ناس كثير لأن مطابقات البراءات ما لتم مو مطابقة مثل ما عدنا إحنا مطابقة ونص ومذهلة نرجع قضية محمد وعلي هل علي ينفصل عن محمد أم محمد ينفصل علي أو كليهما واحد القرآن يثبت إنهم واحد خوش لماذا نقرأ عصرا بصورة الفاتحة وبعد صورة الفاتحة أي آية أي صورة نقراها قبول لكن الفاتحة ملزمين يعني أنا ما من حقي أقرأ صورة البقرة ما عندي وقت هوا يوم معتاز وأعرف حافظ القرآن خلنا أقرأ صورة البقرة مكان الفاتحة على اليمن لا الفاتحة لأنه تنص اهدنا الصراط المستقيم اهدنا إلى الولاية بدون الولاية اقرأ القرآن سبعمائة ألف مرة باليوم ما يفيدك سبعمائة ألف تسبيح ما تفيدك إذن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الأنبياء والشهداء والصديقين والمؤمنين دول اللي أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم هذا دعاء غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه مشكلة المغضوب عليهم هم الذين أخذوه شنو استولوا على حكم الإسلام بالبلطجة وآن اتعرفون ما عندي اللي هي مسرحة أخذو هذا الحكم بالبلطجة ليش نجل علي بن أبي طالب شوية بدون تعصب علي بن أبي طالب في معركة بدور من هو شيء بقال ليخرج إلينا نضراءنا من قريش شاما خرج أبو بكر وعمر وعثمان ما خرجوا خرجوا ناس أصلاً مو من قريش ناس فقرة ليخرج إلينا نضراءنا من قريش رجحهم رسول الله قال أخرجوا علي علي والحمزة وعبيدة شو ما بيهم لا أثمان لا أبو بكر لا أمار هنكون واضحين إحنا عليهم ندوم لابدين مثل النعامة دا سير راسنا بالتراب وجسمنا كله طالع انحاجج ليش ما طلع أبو بكر شارى الدار رسول واحدة من الثنين إذن لو أبو بكر مو من قريش وعثمان مو من قريش وعمر مو من قريش لأن لو كانوا من قريش لخرجوا إن الأعراب أشد كفراً ونفاقاً اللي يقول عن رسول الله يهجر شو خلّ بعد ما مؤمن أصلاً بالنبوة وإن يقول من كان يعبد محمداً فإن محمداً مات هذا مؤمن هذا أصلاً ما مؤمن حتى بقى الله هو السؤال أسألكم احنا هنا عدنا واقع راح نرجع لها انت توبى إلى الله لو كانوا هؤلاء يحبون محمداً وعلي لكانت أزواج لكانت بناتهم تحبوا محمداً وعلي لأن الإبن يأخذ ما عنده أبوه إذا أبوه حب واحد يحب الشوف والابن يحبه يقدره ما يقل له إلا أبوه سكران وسرسري من يجوع السرسري والابن خوش يقل له دول السرسري أبو أبو شعدك جامعنا وياهم لكن إذا كان الأبو مؤمن ويأتي مؤمن يعشقه أو بنت بنتك تحب المؤمن انظروا هذه الآية ماذا تقول خوش نرجع إلى علي أكو أبلغ من علي هسا شجاعة خلوا علي علي يد الله مو غداً لو أعطينا الراية لو لا سيف علي وأموال خديجة ما كان للإسلام لأن كلهم قال هالرسول الله لو لا هالرسول الله يتبع الأهواء قوش علي بليغ علي أول الإسلام أسا أول الإسلام علي أصلاً ما عنده شغل وي الإسلام أبو الإسلام هو علي إن لم تؤمن بعلي انت مو مسلم يعني مو علي يصير مسلم بس إحنا بلطجية وداعتكم بلطجية لك علي هو اللي جاء بنا الإسلام من أول ما خلق الله ألست أنا بربكم هذا علي ربهم قالوا بلى فأشهدوا يعني أخذنا من ذريتهم موثقاً على إن علي من يخرج عن علي وعن الإيمان بعلي وعن ولاية علي لا ينفعه شيء جاييني والله علي أسلم والله أسلم وأسلم أول الناس شو أسلم أول الناس عيسى ببطن أمة ويناديها علي مو صحيح فهو السؤال شبر وشبير وإيليا وفاطم ذنوين ومحمد وين ذنين روح المتحف الروسي تلقونهن بالمتحف بالساحة الحمراء مكتوبة على سبينة نوح إذن ذول موجودين شو ينص إيليا ينصح علي شبر وشبير لاتكم آدمين هواية لو لا علي لو لا فاطمة لو لا الحسن لو لا الحسين وقال له رسول الله عليك أن تدعو بهذه الذرية العظيمة ما رضى الله عنه وأهبطه هو أصلا قال أخرج من جنتي أخرج من ها يروح اشتغل أنت كد على نفسك وعيش أنا قبل معايشك عيشة كيف لون معايشة عيشة؟ أقروا أقروا القرآن يا ناس كم قرية كانت مطمئنة مؤمنة ما يقول القرآن ما مضمونة كان يأتيها رغد يحيشها رغدا وأقراركم الآية بالدقة على حتى تعرفون آدم كيف شو حصلوا ياه آدم كان مطمئن راقي راضي اسمع وضرب الله مثلا قرية كانت مؤمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بنعم الله فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وأقراركم هذه الآية مقارنة بالآية اللي قرأتها بالبداية ما للنحل أقراركم هذه الآية حتى تعرفون الجنة مو الجنة مثل ما يسأل فلكم دول الرضيع أهل الدكاكين الخايبة ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولأن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحب وهو هو يحاور أكفرت بالذي خلقك سمعوني ترى هاي تنص على ترجع إلى آدم من تراب ثم من نطف ثم سواك رجلا يا الله حلوها لي دخل شوه لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبا من السماء فتصبح صعيدا زلقا يا الله حطوها لي وهو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا رأسا ولا جنة أصبح يكلفوا شنو يقلبوا كفاهم شو هذي هذي يريد يقلكم هذا اليكفر هذا اليحاور دولا مناس عادين حتى يسمحهم الله هذا جنته على عظمتها أظن إنها لن تبيد لن تبيد على الأطلاق صلت عليها أصبح ماءها غورا وأصبحت ما بيه شي على الأطلاق رأسا ماتت إذن الجنة بالأرض مو مثل ما يسأل بلكم دولة أهل الدكاكي نرجع إلى وضعنا إحنا وضع الولاية تصلي ومؤمن بالولاية الله يخفر لك ويديم صحتك وعافيتك ليش لأن بدون الولاية أنت مشكلتك مشكلة هذه المشكلة لا تحلها إلا الولاية رزقك كرامتك شرفك عفتك صلاتك صومك بدون الولاية أنت ولا شيء ولذلك حينما تقرأ أن تتوبى إلى الله إذا كنت مؤمن ترجع إلى وضعك الحقيقي أنا مؤمن يعني لعبة في العراق الدنيا مقلوبة ناس يتهوس ناس ترقص وقت المغرب أكو واحد من دولا المؤمنين طلعوا وقال أنا ما أقدر لازم أصل لصلاة المغرب وصل لصلاة العشاء وأجي شوية أردحل وأرقص ما حدي شكال حوش إجت اللعبة الثانية والناس ترقص إلي قينا انتهت بالعشرة لو بهدعش وين راح الصلاة المغرب جا وين الله وين إحنا الله يهتك صدام والبعث حتى نصلي هذا دليل على حينما يريد الله أن يهلك قوم يبدأها بأبسط الأشياء النار حينما تشتعل متوقع صاعقة مع النار أو ينفجر غزان وقود غزان وقود لا أبعوذ ثقاب فينك تقدر تطفيها إذن هل إحنا متدينين هل إحنا مسلمين هل إحنا مع الولاية هل إحنا مع الحسين فوش الله لا يحب الفرحين ما قالوا لنا ماكو ناس قالوا لا يجيك واحد يقول لك لا هذه الرياضة ترفع اسم البلد وترفعها عالي الما يرفعها الله ترفعها الرياضة أبحثكم وبأخذكم هذا البلد اللي تجي 20 مليون يوم عاشورة يوم 400 الإمام الحسين يحتاج ترفع رياضة ويتحاركون الأخوة على المنصة يا أخوان أنا مضد الرياضة ولكن أنا أدعوكم للإمام الذي قادم إليكم اللهم صلي على الإمام العظيم علي بن أبي طالب اللهم صلي على الصديقة فاطمة زراء سيدة العالمين اللهم عن كل من ظلمها واستباه حرمتها وأسس أساس الظلم والجور عليها كسر ضلعها اسقط جنينها هتكسترها حال بينها وبين خلافتها لعنة يستغيث منها أهل النار يا شديد اللهم عن كل من حرمها ورثها في الخلافة وأنكر دينها وإسلامها ونال منها طرفة أي لعنة يستغيث منها أهل النار يا شديد اللهم صلي على الحسن المجتبى والعنمعه يا ابن الطلق اللهم صلي على الحسين الذي ليس مثله شيء كذ حتى ترضى الله أكبر يجيك واحد لا رضى الله عنه طبعا هاي من قل لي يا معلمي أهيس مرض قلب صدقوني قل للحسين يقول قتل كل أهله أولاده طفله الرضية زينب تسبى علي يضرب العباس يقطع ويقل لي خذ حتى ترضى هو وزينب يا إلهي خذ حتى ترضى الله هو أكبر يجيين واحد والله فلال رضى الله عنه بيش رضى الله عنه بتشذيب بتتصربط على العانة بيش رضى عنا الله الحسين يقل له الله مو الله يقل له المحمد خذ حتى ترضى على مدينك مو الله الله ما يقل له الحسين شيء الحسين عظيم بالأخلاق ما يتجاوز قلت له معلمي الحسين لا يتجاوز على خالقه كأنه زار الله في عرشها العرش أقرأ من هو العرش مو خلق الرحمن القرآن يقول شنو خلق السماوات بستة أيام ثم استوى على العرش ما مضمون الآية محمد استوى الرحمن استوى على العرش سأل الملاكة من هو محمد سجدوا مرة ثانية هذا موقع السجود الأول إذن إحنا محتاجين أن نكون على علمية هذه العلمية مرعبة مو كل اللي يجي نقل له رضى الله عنك نقول الله يرحمك الله يغفر لك نهدي له صلوات على محمد وآله محمد تخفف عنه ما نقل له رضى الله عنه شمدك أنت جاعة تكذب على الله وبحفكم وبخاتكم جاعة تكذبون على الله لو لا أنطوني إذا ما كنتم تكذبون على الله هذا كذب على الله لو لا ليش أنت تعرف هذا نبي شي قل له قل له أنت تعلم قل له أنت قلت أعبدوني من دون الله أنت وأمك ما مضمون إلى آية قال له لا أنت أعلم بنفسي وأنا لا أعلم بنفسك إذا قلت أنت تدري وكان لطيف بكلامه أنا إذا قلت أنت تدري خوش شجاعة لا يزكي الأنفس إلا الله كوش شلو الرضى الله عن فلان هذا نبي يعتذر من الله وإحنا نقول نبي ويعتذر من الله وإدى العصمة عند الولاية التكوينية يحي ويميت بعمر محمد صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطهرين يجيك واحد من هاي الدجالة يقول لا رضى الله عنه كاتب لك هل قبر رضى الله عنه اللهم صلي على علي على محمد على جعفر على موسى على علي على محمد على علي على الحسن العسكري على الإمام القائد والرب والإله خوش إذا هذا راض عنه الإمام المهدي الله كما التقدي كما قعدوا قال الله مصحيح أتحدى يقول شدت الإمام المهدي قعدتوا يا خوش إذا قعدوا يا كل إمام المهدي يقول لك أنا قاعدت أنا ما قاعد هو واقف وأنا كنت مدنك جوه رجلي منقلي عن نجف شنه النجف مرعبة خوش ليش كان في صاف وصفا وما كان بحضرة حليب نعبي طالب وأنا حجيته يا وسألته سألته عن الناس وسألته سؤال أنا من دعيت الإمام المهدي قال لي روح لمحما صادق الصبر شا ما قال لي أنا عندك الإمام المهدي هو السؤال ليش قال محمد صادق الصدر الإمام المهدي هو يشهد الله شهادة مرتيا سألت عنه محمد صادق الصدر مولي يطمئن قلبي ربي سيهديني مو هو السؤال إذا أنتوا قاعدين مع الإمام المهدي لا بس سألتوه اليمن سألتوه الفسنجون اليمن سألتوه خوش من إجل صافي طاها نجف ليش عافكم قضية الشيخ الأنصاري شاخصة أكو بالأربع مية واحد من الدكاكين قاموا يسبون بالإمام لأن قال الشيخ الأنصاري اختبارهم فشلوا أو هذا الممددين لأن يريد يقول للواحد من قرائبة عرشتون يريد يميت المرجع أجل الإمام خلا غصبا ليه يقول الشيخ الأنصاري ودوا عليه ثوبا مشقق قالوا هذا المعادي يصير هو المرجع إجا الإمام سألهم عن ناسخ والمنسوخ ولا أحبيهم جاوب إلا العنصاري قال إنك الأعلم حتى يثبت لهم قاموا يلعنون بالساعة الإجاوية شاء وين وين ولاهم للإمام المهدي الآن إحنا نمر بهاي المرحلة وأخطر المراحل إن الناس تدعو بأعمالها لقتال الإمام المهدي الآن لو خرج المهدي روحي له الفداء لقاتلتموه قتال أيسره تطير به الأعناقي والأيدي لأن مصالحكم حرام وأحكامكم بالية فحينما يقول الإمام المهدي أنتم على خطأ تقبلون ودالكم محمد صادق الصدر كما قبلت به بدأت تسب وشتم وأموال وتعال يا صدام خلصنا عند هذا الخمين الثاني وهذه كلها إحنا نقلها للناس حتى الناس تعرف إنه ليس كفرا حينما نقول إن الإمام على ربط النجف يقول إن كنتم تعبدون الله إني أنا الله خافا الشردون يقول لم يبقى مع الإمام إلا خمسة كل الناس تشرط شو يقول هذا يحكي طبعا الإمام يخوف إذا كنتم تعبدون الله فإني أنا الله ولا واحد يضل يتهمون بالكفر بعدين بره يوم يجون وتجي الناس من الحيرة وأطراف الديوانية وغماس ورطل كبير من جهة البصرة والسماوة للقتال مع الإمام كلهم فقراء وحفات حتى ما نسمعتم معتهم إلا الخنجر ميتين من الجوع يقولون والله إنك الذي رأيناك قبل إنك الإمام مهدي أما هذه البطون الممتلية وأهل الطين يقاتلونه على ربط النجف لماذا يقاتلونه لأن قتالا ليس إيمانهم يعرفون الإمام مصلحتهم تقتضي أن يقاتلونه والعراق الوحيد حكمه تسع سنين يقاتل مثل الشام الشام والعراق بلى يلا يستدف بالأمن ويقولون إن هذا الإمام لأن تجي شنو تجي إلى نصرتهم من البيزنطينيين من الأمريكان من البريطانيين من أنجس خلق الله تجتمع في العراق لقتال الإمام نحن ندعو لتفتيح العقول إن الإمام قادم وما هذه الفيضانات في السعودية يأتي فيضان يغمر الكعبة ويهدها وأنا على بينة من أمري وقلت لكم أنتظر الزلزال العظيم بأوكرانيا أنا على بينة من أمري حينما قال إن الحرب ستبدأ من أوكرانيا ما قالها فقيه فيكم ولا رجل دين ولا عالم وحينما قلت لقاسم سليماني الله يرضى عنه أسأل الله أن يرضى عنه ويدخله في سيح جناته هو وأخيه أبو مهدي المهندس ذو العظماء ولكن الدعاء واجب لهم أنا ما ليلة نسيته هذا القرآن يشهد لا ركن أبادي نسيت اللي قتله السعوديين ولا راغب حرب ولا حاج عماد ولا 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 أشهد ما بالله إني ما مرت ليلة علي ونسيت هذول العظام جمال أبو مهدي المهندس وأنا ما لعلاقة بهم ما تربطنا بهم شي لو استمعوا لكلامي اللي بقوا لسه استهزأوا كنت أسبح وقرأت على الحسين شوية وبشيت وقيت لإلهي إنه ما أريد هذا يحدث أنا كعبد أدعوك من أكون آني إني معكما أسمع وأرى من حيث لا تسمعون ولا ترون شو من حيث لا تسمعون يعني كان الموت فوقكم وأنتم لا تسمعون ولا ترون الله أكبر إني معكما شما فسروها العراقيين الإيرانيين القادة الزغار الأكبار شو هذا معلوماته شو عقليت المرعبة هو مؤاني أنا أدات ستقتلان معا الله يشهد كنت في تلك الليلة بكيت بكاء مرعبا لقد فطروا قلبي ولكن ما عسى أن أفعل والله سبحانه عز وجل ما خلّى أي واحد من أجهزتهم يسعلني شو هذا الدجال اللي يكذب شو هذا المشعوذ أنا مشعوذ أنا دجال أنا ما أحكي سالفتك ودكتور مرعب هذا ثالث دكتور بالعالم إجاني إلى مكتبي قال لي لا توقع أنت هذا عبالك علمك هذا سني أو ثالث طبيب بالعالم بالجهاز المناعي الوحيد ثالث طبيب عنده إجازة بالجهاز المناعي قال لي هاي أنت لو أنت شيء غير طبيعي لو الدنيا غلط قلت له لا مو غلط عندي بعض تفضل شوف مكتبش به هذا الإمام حتى ما تقدرون تقولون علي دجال حتى ما تقدرون تقولون علي منافق حتى ما تقدرون تقولون علي ما يفتهم مثل ما يسعلني واحد ما يقرأ ويكتبونه نهيتك آني نهيتني لشوف نفسك التياهو حتى كتابه ما تقرأ يعني حاج أنا محتاج الآن أن تعدون أنفسكم للإمام كبار صغار مسؤولين علماء بل كان حتى علماء الطين بل كان يرجعون إلى وضعهم ظاهر إني معكما أسمع وأرى مو يجين واحد من اليمنين ما أرجع ليسا أني فلان هو اليماني لا يبويا مو هو لا أنت غلطان ليش هي بالعربة دي أنا غلطان ولك أقل لك مو هو أنا مسؤول عن كلامي يلا نتباهل أنا وياك وقل لك ياهو عمي هاي قضية درجة إلهية ما تُعطى للأشخاص هذا أولا خاصية الله لا أنت ما تبتهم ما أبتهم دي روح مش تفين شرك كلك إلى بعضك لننتظر الأيام هل الأيام مقبلة تحمل إلينا بشرة صارة أم أليمة وأنا أقول لكم حينما يخلى العراق من المرجعية عليكم أن تعدون العدة لاستقبال الولي الحظيم شكرا إلك دكتور معنا اتصال السلام عليكم دروب الرجاء تفضلوا السلام عليكم وعليكم السلام اسمك الكريم عليكم السلام أهلا وسهلا شكرا إليك شكرا إليك والله أكره هاي الكلمة أمرني خادمك والله هل كيف تكرهي شكرا إليك والله عندنا واحد من قرائبي إذا تقل لي الشيخ إذا عنده مئة ألف دولار يطيك ياه أنا أقل لك أنا عندي مثل ما تقل لي انت وضيع إذا قلت لشيخ سألت أسأل لك هاي السال فأبو طالب كان شيخ البطحاء حينما أتى رسول الله صار أبو طالب أبو طالب مراحت الشيخة كله لأن ما حد يصير شيخة إلى محمد والقرار يا ليت الشاخي ببدر ماذا يقول يزيد يا ليت الشاخي ببدر كارذة والله أنا خادم إلك مولاي والله لو تعلمون إن هذه الكلمة مؤذية وتنال من الإمام المهدي ما رفع اسم ولا كتب على كتيب إن فلان شيخ مولانا بسيطة جداً وطيب وتذكرني عبا خير أهلاً وسهلاً عندي ابني أمر أربع سنوات عنده طلع مرض بأمور العضلات تحاليس جاءت من ألمانيا عن طريق المم المتحدة وعندنا خليطي طيبة وعندنا خليطي طيبة أنا دكتور بروفيسور بتكريت ومدينة الطيب ما يفيد ومؤسس التكوين بكربلة ما أكو علاج إلى عدنا الخليط شوف يطيب له لا شوف يطيب له لا أهلاً وسهلاً شكراً لاتصالك فريق العمل بتابع مشكلتك دكتور حينما قال الإمام الحسين عليه السلام يا رب خذ حتى ترضى أي رضى الله غاية لا تدرك هل يمكننا القول رضي الله عن فلان وفلان وهل هو راض لآل البيت حتى يرضي الله ما ترسل لأله حتى يرضى المفروض الرضى يرضى عنك الإمام المسؤول مسؤول عن الأعمال مو الله الإمام خش حينما أنت رضى الإمام رضى الإمام مقرون برضى من رضى الله رضى محمد وحينما يقول خذ حتى ترضى الرضى رضى الله غاية لا تدرك يا محمد خذ حتى ترضى يجي لك واحد هو ما راضي الإمام قالوا بالدنيا قالوا إحنا شاطرين مثل شاطرين بالكتب هل كبرى الاسم ما لتب الكتب والنتيجة شنه النتيجة ولا شي لو تطلع على دواخلة تفر منها دكتور نظرا لعدم الالتفات من العراق الحبيب لولده العالم وتجاهل محطات الإعلام العراقية لبراءات الاختراع التي ينالها هل أبو علي الشيباني محتاج لهذه الالتفاتة من بلده أو فقط لأنه محب لبلده الحبيب وساعيا لمساعدته بما أمكنه لا طبعا أنا هذا بلدي الآن حينما يطلعون طلعوا قبل فترة بالجزيرة لمدة عشر تأيام أمريكي ما أدري ألماني طلع دوما للقالون وبيليه فضع حمات بالقالون كما طيبه لو عدنا جاي نطيب خليطه يطيب ويرنانا اللي قينا اللي ماردو كل شيء بهاي شركات مثل طلعون فاكة هذه الفاكة بها فيتامين دي هاي بها فيتامين سي حتى يمشون البضاعة الموجودة اللي يدفع لهم فلوس يمشون هاي البضاعة مالتا احنا حتى الجزيرة اللي طلعتني بعدة مواقف الآن المفروض تلتفت الجزيرة الموقرة المفروض تلتفت لهذه البراءة بأنها لم يوجد مثلها على الإطلاق عند العرب ولكن لأني شيعي تتحاشان الجزيرة رغم أني أحبها وأوقرها حقيقة الأمر تتحاشاني لأني شيعي لأنه الطائف يطلو يعني شنو يطغي عليهم يطغي على علميتهم على إنسانيتهم على تحررهم على عدم التفرق الطائفي شكراً إلك دكتور معنا اتصال ألو السلام عليكم ضروب الرجاء تفضلوا ألو ألو اسمك الكريم ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله فوزية محمد أهلاً يا سيد فوزية أمرين شو عديت شانك دكتورنا العزيز خادم لكم إحنا نتخر بك أنت الشايباني لأن أنا الشايبانية خادم إلك يزيدني شرف أهلاً وسهلاً أمرين خادم خادم الحسين دكتور أنا عندي ثلاث حالات أول واحدة ابني بخصة خامس علمي أريد يدخل كلية ضباط وطولة مو هلقت أريدي طول عدنا الخليط بعد غيره أنا حشاك فرد غدية أو شكت الغدة ما لكي شا سوي لكم أنا أدق على راسي وأقول لكم ما تعرفون شا خادم لكم وأنا جاعد أحتي بعلمية فوق العلم بعلمية مرعبة فوق الطب يعني مشكلة ما أقدر أحتي إذا حتيت أنا ألمني هوي قضايا أنا خادم اللي شا أمرين يا ستنا صار لثلث سنوات مشلسة وعندي خمول عندي طبعا مشكلة للغدة ليش الله ما يعرف من حطاها مثل الربع يقولون زائدة دودية زائدة دودية والله بعد مليون سنة ما تعرفون شن شغلها بجسم الإنسان الله يحط زائدة الله يحط زائدة هذا الغرب ويقول خالقتنا الطبيعة فيصير عندنا زوائد أنا خادم أهلا وسهلا دكتور شو بتحب توصي المشاهدين بنهاية الحلقة أخوان قضية الخليط العشب ما لاتنا ما كو مثيل إلى لا بالطب ولا بالدوى بالعالم وكل اللي يقلكم ألقينا علاج للسرطان سرطان الثدي للسكري للجلطة إلا عندنا هذا الخليط الخليط اللي عندنا بشهادة العالم أربك هالعالم لأنه من الإمام وفضل الإمام علينا لذلك أخوان تصورون إحنا الناس الفقر نحصل على هاي الكمية الهائلة من براعات الاقتراع لولا الإمام لا نكون كذابين ومنافقين ولذلك أخوان حتى الأحداث اللي نقولها ريد نشتكم إنه ما يصير نقول أحداث لأن الله يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء ولكن أحيانا مثل الرجة للقلب الميت بل كان يرجع إلى وضعه الطبيعي وآن إن شاء الله رح أجي لكم رجة قوية بحيال الله أقوى من الكهرباء إلى القلب وبعدها رح نحشي حشي يثلت صدركم شكرا